الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي طلبة الصف الثامن اليوم رح نشرح الدرس الثالث من الوحدة الثالثة في كتاب الجغرافيا وهو درس الموارد الزراعية وبدرسنا لليوم يا ثامن رح نستعرض مجموعة من النقاط الرئيسية رح نبدأ بالتعرف على أنواع الزراعة ثم ننتقل لنتعرف على أهمية الموارد الزراعية طرق زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج الحيواني وأخيرا المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الوطن العربي خلينا نبدأ سويا بالتعرف على أنواع الزراعة وأكتب السؤال الآتي عدد أنواع الزراعة هناك زراعة مطرية وزراعة مروية نبدأ بالتعرف على الزراعة المطرية أو البعلية هي زراعة تعتمد على مياه الأمطار زراعة مطرية تعتمد على مياه الأمطار كزراعة الحبوب والزيتون والتين هل لا كثير من شاهد أراضي تزرع فيها القمح والشعير هل القمح والشعير يتم ريه أم يعتمد على مياه الأمطار فالحبوب والزيتون والتين جميعها تعتمد على مياه الأمطار أما الزراعة المروية فهي زراعة تعتمد على الري مياه الأنهار والمسطحات المائية والمياه الجوفية لما ننزل على الأغوار نشاهد هناك الكثير من زراعة الموز وزراعة الحمضيات وتعتمد بشكل أساسي على الري من مياه الأمطار والسجود والمسطحات الميائية والمياه الجوفية الآن بدنا نستعرض مفهوم المحاصيل النقدية ما المقصود بالمحاصيل النقدية؟ هي عبارة عن محاصيل يتم زراعتها بهدف بيعها في الأسواق والحصول على العملات النقدية الصعبة مثل القطن والبن والسمسم أهمية الموارد الزراعية ما أهمية الموارد الزراعية؟ الآن بدنا نستعرض أنا وإياكم أهمية الموارد الزراعية واحد بتزود السكان باحتياجاتهم من المواد الغذائية بتوفر فرص عمل للسكان وتدخل في بعض المحاصيل كماد دخام في الصناعة إذن المحاصيل الزراعية تدخل في كثير من الصناعات مثل القطن وقصب السكر ونخيل الزيت بالإضافة أنها تزيد الدخل القومي الآن طرق زيادة الإنتاج الزراعي أذكر طرق زيادة الإنتاج الزراعي الآن بدنا نستعرض بعض الطرق عشان نزيد الإنتاج الزراعي أول إشيء استخدام الوسائل التكنولوجية في الزراعة بدنا نستخدم وسائل الري الحديث نقوم على إصلاح الأراضي الزراعية وبدنا نتوسع في الزراعة المروية علل تعتبر الثروة الحيوانية مصدر رئيسي لغذاء الإنسان ليش أنا بعتبر الثروة الحيوانية هي مصدر رئيسي لغذاءنا إحنا كبشر لأنها هي واحدة من المصادر الرئيسي للغذاء الإنسان وغنية بالبروتينات والفيتامينات إضافة إلى أهمية الاقتصادية لأنها تدخل أيضا في بعض الصناعات كصناعة الملابس وصناعة النسجة الآن بدنا نستعرض أيضا مفهوم الاكتفاء الذاتي الزراعي المقصود بالاكتفاء الذاتي هي تلبية حاجات السكان من الإنتاج الزراعي دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج لما نحكي دولة عندها اكتفاء ذاتي زراعي يعني أنها قادرة هذه الدولة أن تلبي حاجات سكانها من المحاصيل الزراعية ومش بحاجة إنها تستورد من الخارج مثلا الوطن العربي يكتفي ذاتيا من حيث الخضروات والبيض وعنده نقص في منتجات القمح الآن تعالوا خلينا نستعرض المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الوطن العربي يعاني القطاع الزراعي من نقص المياه بسبب تذبض بسقوط الأمطار وسيادة الجفاف بالإضافة تدهور خصوبة التربة ونقص الأيد العاملة في الزراعة لأنه بسبب هجرة السكان من الريف إلى المدينة وقلة الخبرات قلة استخدام التقنيات الزراعية ضعف التصويق وتفتيت الملكيات الزراعية ما المقصود بالمفاهيم الآتية؟ الاكتفاء الذاتي المحاصيل النقدية الاكتفاء الذاتي هي تلبية حاجات السكان من الإنتاج الزراعي دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج أما المحاصيل النقدية هي المحاصيل المنتجة بهدف بيعها في الأسواق للحصول على العملات النقدية وتوفير العملات الصعبة الزراعة المروية والزراعة المطرية نبدأ بالزراعة المروية الزراعة المروية هي الزراعة التي تعتمد على الري من مياه الأنهار والمسطحات المائية والمياه الجوفية والزراعة المطرية هي الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار وضح أهمية الزراعة حكينا تزويد السكان باحتياجاتهم توفير فرص العمل للسكان دخول بعض المحاصيل الزراعية كماد دخل في الصناعة وزيادة الدخل القومي أذكر طرق زيادة الإنتاج الزراعي أنا بدي أستعرض لكم بعض الطرق عشان أقدر أزيد الإنتاج الزراعي استخدام الوسائل التكنولوجية في الزراعة استخدام وسائل الريل حديثة استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في الزراعة المروية فالقارن بين الزراعة المروية والزراعة البعلية الزراعة المروية مصدر المياه أنهار مسطحات مائية مياه جوفية أمثلة عليها حمضيات وصب سكر موز الزراعة البعلية مصدر المياه مياه الأمطار وأمثلة عليها الحبوب والزيتون والتين ننتقل للسؤال الخامس فسر ما يلي ثروة حيوانية أهميتها اقتصادية حكينا تعدني الموارد الزراعية تدخل في كثير من صناعات الملابس والنسيج والغذاء أهمية المحاصيل النقدية للحصول على العملات النقدية وتوفير عملات صعبة تدني الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية نتيجة انخفاض مساحات الأراضي المستغلة زراعيا السؤال السادس بين أهميات مشكلات القطاع الزراعي في الوطن العربي بسبب نقص المياه تدهور خصوبة التربة نقص الأيدي العاملة للزراعة وقلة استخدام التقنيات الزراعية وضعف التصويق وتفتت الملكيات الزراعية هيك منكون أكتب